وشوي هون خلينا نفتح بالملف اللي إحنا اليوم بهدف هاي الحلقة نحكي عنه أكثر ونضوي عليه وهو دور الرياضيين في التأثير على المجتمعات بجوز أتفضل بالحديث عن موسى التعمري ومحمد صلاح ورح نذكرهم اليوم إن شاء الله بهذه الفقرة ولكن خلينا نحكي أنه دور الرياضي هو لا يقل أو بمكن أكثر من أي دور آخر لأنه الجمهور بيحبه وبيتأثر فيه وبيسمع كلامه فلا هيك أيام بيكون فيه عتب زيادة على اللاعبين صحيح بس فيه كلمة بجوز حكاها الأعلامي والكوميدي المصري باسم يوسف بجوز لقاءه كان رقم واحد الفترة الماضية لأيام الماضية لأيام كثيرة يعني واللي اتحدث فيه غير رأي عام وغير أراء بالعالم كل يأتو دافع عن محمد صلاح بعبارات خلينا نأجلها لعاد هذا الحديث من بعد ما نتحدث عنه بشكل مختص ونقدم أكيد الفيديو اللي يحكي عنه بالبداية رح نبلش مع أونت جابر اللي اتفضلت بالسؤال عنها وهي طبعا من رياضيات المتميزات دائما في إنجازاتها طبعا بالتنس وزي ما اتفضلت طبعا صار فيه مطالبة من الاتحاد أو طالبوا الاتحاد الدولي وقامت فيه طبعا اتحاد التنس للاحتلال الإسرائيلي وطالبوا بمعاقبة هذه البطلة التونسية بهذا الجرم اللي هو كان أو التهمة هي التحريض ودعم منظمة إرهابية قاتلة ونازية حتى المصطلحات عم بيعطوا المصطلحات اللي بتوصفهم وبيلقوها على الآخرين في هذا الشيء وطبعا كان فيه دور مميز جدا ومهم من وزارة الشباب والرياضة التونسية اللي دخلت طبعا على هذا الخط ودافعت عن أنس جابر وكانت عم بتتوقف معها مقابل أو ضد طبعا الاتحاد الإسرائيلي لرياضة التنس يعني أكيد ما في حدا بينسى كمان الدور اللي بيعملوا الشعب التونسي بالاعتصامات والشواري احنا بجذبنا نحكي عن العرب لأنه احنا قضية واحدة هي قضيتنا الفلسطينية وقضية هاشم القضية الفلسطينية فما منعتبر حالنا بعاد عن الحدث ولكن بنحكي عن الأخوة العرب بجوز بعد الجغرافية أكثر بعد النسب أكثر ولكن عنا بنحكي أنه عن نفسنا القضية الفلسطينية الشاب التونسي العظيم اللي أكيد عملوا مظاهرات مليونية تأييدا للقضية الفلسطينية وأكيد غضبا من الحرب والجرائم الحربية اللي بيقدمها الاحتلال الإسرائيلي أونس جابر لاعبة عالمية بجوز هلأ عدد كبير من الشركات تفسخ عقودها معها مثل ما تفضل الأستاذ أحمد منغو بسبب هذا التصريح ولكن آيست عحالها زي ما بيحكوها بأنه ما في مشكلة المهمة أن يكون في عندي موقف وموقف شريف هو اللي حيضل التاريخي لأقدام نرى بعض الرياضيين أو المشاهير يستخدمون تعبير بسيطة جدا ومحدودة جدا ولكن الثقافة الغربية بيوصلها بهذه الطريقة بجوز أكثر يعني هي استخدمت تعبير أوقف الحرب الحرية لفلسطين وهذا الشيء هو مختصر ومقتضى بأيام يكون في حكية زيادة ليس كثيرا سيوصل للغرب ولكن صورة مع تعبير بيلمس القلوب عند الغرب يمكن بغلل حقيقة يكون كمان هلأ أين رح ننتقل لمحمد صلاح بس قبل محمد صلاح بما أنك تفضلت بالحديث عن التظاهرات اللي عم تكون موجودة فبنا نحيي شبابنا النشميين طبعا الموجودين في كل محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب بمظاهرات سلمية ومنأكد أنه بعض التصرفات الفردية الهمجية لا تمثل أبدا الشباب الأردني وروح الشعب الأردني بدفاع عن قضية فرنصينية نحن كان المفروض يكون اليوم معنا ساعة النائب محمد اليحيا المحارمي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لكن للأسف لظرف خاص جدا جدا إن شاء الله يرب يمر بخير وسلامة ما كان قادر يكون كنا نتحدث عن المظاهرات السلمية والتجمعات الشبابية السلمية وأيضا المظاهر اللي شفناها واللي ما بنحب إنها تتكرر دائما إحنا بنحكي قضيتنا واحدة وهمنا واحد وكل آياتنا غضبانين كل آياتنا بدنا نفس ولكن هالغضب هذا اللي موجود بداخلنا لأنه ما بليد حيلة لكن هذا ما بيعطيك الحق إنك تتعدى على رجل أمن أو تتعدى على ممتلكات خاصة للأرش خاصة أنا قدام بيتي بجوز بيتي قريبا من السفارة الأمريكية فأنت عارف يعني كثير فيه تجمعات فعليا بيفوتوا على الشجر وبيكسروا شجر وبيعدوا فوق البيوت فتحس إنه زيك إنه هي ممتلكات خاصة تحديدا فتحس ذي كأنه فيه ناس متعمدة إنها تأذي لا تخرب المظهر أو المنظر العام قدام العالم إحنا عم نظهر بأجمل صورة قدام العالم ما بدنا نخربها بشوية ممارسات عم تنتشر على السوشيال ميديا للأسف فإن شاء الله هيك الله يهدي البال وما يكون فيه إلا إعتصامات الخير وفعليا هي حركات فردية وتصرفات فردية لا تمثل الجميع ولكن بعض الأشخاص بيستغلوا الفرصة وبينشروا هذه الأشياء وبينشروا الأعتصامات السلمية والتصرفات السليمة فإحنا هم نوجه تحياتنا للقوات الأمنية طبعا الموجودة والتي عم تكون مساندة وإحنا شوفنا بجوز الصورة المنتشرة للبنز أو الشعرين العالم الأردن وعالم فلسطين وهذا يدل أنه حتى الدولة من جاندة سيدنا وكل الأفراد والمواطنيات في البلد متضامنين ومتفقين أن هذه قضية عادلة وتستحق دائما الدعم بالطريقة السلمية والطريقة المشروعة يكفي أن أمير القلوب والشباب يعني مبارح كان خلال العملية لتسليم المساعدات بالمطار فإحنا القدوة لإلنا دائما قيادتنا الهاشمية نعم رحلو حلق لمحمد صلاح اللي صار فيه جدل كتير كبير قبل ما يطلع بهذا الفيديو اللي وصل ملايين ولكن نشوف هذا الفيديو مع بعض نرجع نكمل حديث عنه إنه سيطلع في أحيان كذلك هناك كثير من المساعدات والمساعدات وكثير من المساعدات الأساسي في المتحدث تشاهدون كل حيات يحبون ويجب أن يحبون المساعدات يحتاج إلى توقف المساعدات يتبعون ما يهتم الآن هو أن المساعدات المساعدة في غزة يجب أن يحبون بحقاً الناس هنا في حالة كبيرة المشاهدة في المنزل كانت حرائية الناس من الغازة يحتاج إلى المنزل والمساعدات المنزلية أرغباً 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 لإنسان المساعدة من المساعدة المساعدة يجب أن يتبع الخطاب ليس لدي الجميع يمكن أنني لا أعرف أن ألقي خطاب أعرف أن أكون مذيعة أعرف أن أعد مادتي لكن لا أعرف أن ألقي خطاب لجماهير يمكن هذا هو تبرير الإعلامي والكوميدي هو مسمي حالي الكوميديان باسم يوسف من مصر قال أنه ليس ضروري أن الجميع قادر أنه أو عنده ملكة الخطاب وهذا دور الإعلاميين وضرب الإعلاميين بهذا الحديث أن الإعلام ليس قادر أنه يوصل صوته لكي يعتمد على الأشخاص اللي هم بيجهدهم الشخصي انشهروا عالميا صحيح هذه ليس وجهة نظري طبعا بس تفضل هي نقل لها وجهة النظر وخليني أحكي لك هون شوي صار فيه جدال حول محمد صلاح بما أنه أخذ لقب فخر العرب وكانت الأنظار تتجه دائما اللي قادر يوصل صوت العرب لبرة ولكن اللي صار أنه تأخر في هذا الفيديو وجاء الفيديو بطريقة متواضعة خلين نقول وفي كثير أراء بتقولك أنه حتى الصهاين عم بفكروا أنه في دعم لهم فعم بينشروا طبعا وإذا نشوف بالكومنتز في أعلام ودعم كثير معتقدين أنه الدعم لهم إحداهم نحكي أنه رسالتنا الإنسانية للكل وإحنا لا نعني أبدا أنه في مدنيين هون مسموحين وهون ممنوعين الإنسان كإنسان يحترم وهاي مبادئ ديننا ويمكن نشوفنا حتى مبارح السيدتين الأم والبنت الأمريكيات اللي تم إطلاق صراحهم وهذا بيعكس مبادئ وتعاليم الدين ولكن دور الرياضي لأن الناس بتستنى منه أنه هو مشهور وهو بالغرب وهو كلمته مسموعة وملايين وشوفنا أنه ملايين صارت خلال ساعات من انتشار الفيديو نصف ساعة 63 مليون صحيح أنا بجوز مع وجهة نظر تريكا العالمي وجهة نظري أنا كما يسون أنه المبادئ لا تجزأ صحيح أنت مع ولا ضد أعدة عشر سيام مش حاكي ولا كلمة إذن يا بتكون مع يا ضد أو ما تحكيش أصلا بما أنه أنت ما عندك ملكة الحوار والحديث أمام كاميرا ما تحكي أصلا إحنا دائما جوز عتبنا على المشاهير بالعالم تحديدا بالعالم الوطن العربي ومشاهير الأردن ما شاء الله ما خلوا ولا بقوا لساتهم يومي عم بينشروا الانفلونسرز اليوتيوبرز جماعة البابجي اللي بتحبوا أنكم تحضروهم اللي بتحكوا عنهم مادتهم ضعيفة كله عم بينشر وكله عم بيوصل للعالم معتزعة زايزة المصور الفوتوغرافي الغزاوي كاتب عنده تعريف عن نفسه تعرف شو هو قديم هذا التعريف أنه صوري بتوصل للعالم ورجلي ما بيطلعوا من القطاع بما معناه يعني صحيح فأنت يا بتكون فعلياً مثل ما حكت ريكا هلأ حتجمع ملايين وشو خرا؟ بس تاني يوم بعد اعتزالك ما حت حيتذكرك ولكن حيتذكروا مواقفك صحيح لقدام ووقفتك مع أبناء عروبتك يعني هي هاي الكلمة لأنه احنا ما بنحكي مسلم مسيحي هاي المرة خلاص صحيح ولا عمرنا حكيناها لأنه شفنا مبارح وقبله 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 الاستهدافات للمساجد والكنائس لكن احنا نحكي للعروبة صحيح وهون خلينا نحكي شوي أنه صار حتى انقسام غربي على محمد صلاح بعد هذا الفيديو مائي التصريح مائي يعني مائي لكل جهة هو يعني مغبش مش واضح هو مع مين ولا واضح أنه شو عم بيدعم وفعليا بيجوه زي ما تفضلت يمكن لو ما تم هذا التصريح كان ضل موقف وأفضل شوي بصورة حلوة ولكن برضو في بعض من الصحافة الغربية اللي بتقرأ هذا الموضوع مثلا زي صحيفة ميرر البريطانية كتبت أنه محمد صلاح بيحكي أنه الإنسانية يجب أن تسود وهذا طبعا الحكي صار بعد ما تم فسخ عقد أنور الغازي مع مينز الألماني وصار برضو يربطوا الأحداث ببعض طبعا وعندنا طبعا الصحافة العربية بجوز هاجمت الموضوع في وقت من الأوقات وإحنا مش عم نحكي من باب النقد والمهاجمة إحنا نحكي من باب إذا بدك توصل جسال زي ما تفضلتي أو بتوصلها بالطريقة الصحيحة أو فلتصمت أو بنزل صورة إذا كان الموضوع مش قادر أنت تحكي فيه بس يعني إجت الموضوع سلبي مش بطريقة إيجابية يوصلني إحساسك أفضل بكتير من ما أنه تحكي زي كأنك مجبور يعني بجوز الحديث كان زي كأنه مجبور عليه ولكن لو إحساس ووصل وكان إحنا ما بدنا بدنا شنفوت بالنية ولكن الإحساس دائما بيوصل للمقابل هاي أكيد يعني هذا ما في عليه غبار الحديث إحنا دائما بها الفترة عم نحكي أنه دعواتنا وصلواتنا وأمنياتنا دائما طبعا إذا منقدر إلى موضوع التبرعات فبكون شيء إيجابي أيضا ولكن المشاهير تحديدا فكرة أنك يقدر يوصل الصوت فهو عم بيغير الرأي العام شوفنا بجوز على السوشال ميديا بالفترة الأخيرة أنه صار في تظاهرات في دول العالم من أجانب وغربيين وحتى يهود في أميركا ضد اللي عم بيصير من قبل الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين وتحديدا بقطاع غزة المحاصرة فعم نشوف أنه تجيش الرأي العام بطريقة الإيجابية عم بيفيد القضية خاصة بالمتحدثين بغير اللغة العربية صح صح والله يعني بجوز في ناس منتقدة وفي ناس عادي للدنيا أذواق بالحياة ولكن ما في حدا من مشاهير التك توك انستجرام سناب شات فيسبوك يوتيوب سوشال ميديا كاملة يوتيوب إلا ما حكى عن القضية الفلسطينية وبحرقة قلب وهي حرقة القلب وصلت للجميع أنا دايما بحكي في ناس مثلا كتبوا كلمة آلغو أو أنه الخوارزميات عشان تروح والله ما شفتهم منزلين أصلا من قبل صور تتحدث عن القضية صحيح يعني صفتي زي أنا شوفوني أنا كنت منزل بس شكله ما ظهر عندكم أصلا أنا في أكمل حدا كنتم تبعتلهم بصراحة إحنا قاعدينوا على الأخبار وعلى السوشيال ميديا وعلى الصور اللي بوصلنا إياها الغزيين من خلال السوشيال ميديا فعم بتشوف الرياء مبين وشي الحقيقي مبين حرقة القلب مبين والفيديو اللي انت عامل حتى لو فيه ضحكة من قلب مبين متل باسم يوسف ما عمل وحكى هذا الكوستيوم أو الثيمة للهلوين اللي قادم يعني عن المباني المدمرة حكاها بنكتة ولكن وصلت الكلمة بمعناها الكتير كبير لكل العالم اللي تغيّر رأيو من وإلى يمكن هذا السركازم أو مشتهكم ولكن سركازم هذا بهاي الطريقة عم بيخلي ناس توصلها بطريقة خفل ممكن أنه تعبنا من مناظر الدم والعنف للأسف بدنا شوصل محل نألفها بدنا نظل داما نرافضين لهذه الصور ولكن تفضلت بمعلومة مهمة جدا وهي أنه الرياء والنفاق على السوشيال ميديا ونشوف أنه فعليا فيه فئة أغلبا اللي بتابع زيما توداتي بيعرفو أنتي كمشاهد وكمتلقي تقدر تتميزي الصادق من غير الصادق ولكن فيه فئة فعليا هم بس موضوع ترند أنه كل قاعد بيحكي عن فلسطين فبنزل لي بوست أو اثنين خوارزميات عشان عمل الخوارزمية منعتني من صحيح يعني أنا إنت عيد مثلا بتنزل إشي ما بأشوفه ما بيزبط فيه متلك كمان أكمن حدا ما بينزل إشي إلا ما أشوفه يعني أصدقاء مقربين جدا يعني خليها الواحد خاطط المعلومة المهم أنه إنسانيتنا دائما نظل هي موجودة وبالآخر ربنا اللي بيحاسب على النوايا يعني إحنا بجلس تلاقي حدا 24 ساعة بينشر ولكن الموضوع لا يعني هو من باب أنه يلحق الترند وبجلس شخصي نزل ستوري واحدة مؤثرة بإتصاد وقدمت فضلت بتوصل 100% وهذا اللي إحنا منشجع دائما الناس عليه أنه كلمتك ما توقفها نرجع لرياضيين وتفضلت بالحديث مع أستاذ أحمد على كريم بن زيمة اللي طبعا كان من أهم وأبرز اللاعبين اللي دعموا القضية الفلسطينية ونزل طبعا تغريدة إلى يوم الأحد الماضي وبعدها صار فيه هجوم عليه من قبل النائبة الفرنسية وأيضا طبعا في عدد كبير من اللاعبين يعني مثلا عنا رح نحكي عن بيجرامي اللي هو برضو عمل حدث كبير بيجرامي على السوشيال ميديا طبعا بجوز بيجرامي نزل فيديو مدة طويل شوي صح ولكن كانوا تأثر وصار يبكي وإحنا منشوف بجوز بيجرامي البطل اللي الناس بتخاف من منظره ما بينهز يعني صورة ما بينهزلة بيجرامي صورة ما بينهزلة عدد من اللاعبين صحيح بنزيمة هالشخص اللي اريغنت بتحسه أو شايف حاله بيلعبه بتصرفاته كريم بنزيمة اليوم بدير فع قضية على البرلمان الفرنسي ولكن هلأ عم منشوف بيجرامي قدامنا نعم وهي الستوريز الأصلا اللي كان هم نزلها على الانستغرام قبل شوي نعم فيعني زي عم بنشوفه قاعدين هو نقطة من الفيديو اللي كان ناشر على فيها بكاء كتير فما حبينا أنه نعرضها بصراحة قلوبنا تعتصر زي ما تفضلتي في البداية فالحزن خلق مش قاعدين صحيح وهو نزل منشورين على الانستغرام واتحدث فيهم عن غزة وعن وجع وأيضا ألحقهم بهذا الفيديو الطويل شوي ولكن تأثر وكلامه كان واصل للقلوب مثل ما قلنا لكم ما حبنا أنه نعرض فيديو بيجرامي لأنه فعليا ببكي القلب صحيح حرقت قلبه الكتير كبير هذا العالمي بيجرامي بتحرق القلب ووصلت أيضا من القلب إلى القلب يعني كانت واصلة لكن مبارح بجوز ما لحقنا أنه تكون معنا الخبر أنني اللاعب المصري كان منزل آيات قرآنية ويقرأ معها بسيارته طبعا أكيد مش هنحكي الآيات القرآنية على الهواء ولكن قديش كمان أنه دائما الرسالة الصادقة بتوصل وهي رسالة الرياضيين لأنه الرياضي مش بس هو بده يروح يركض ويروح بيته ويقعد ما يكون مع القضايا الوطنية والقضايا الهامة سواء كانت اقتصادية سياسية اجتماعية ويا سيدي خلينا نبعد عن السياسة نحن اليوم نتحدث عن قضية لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأقدم الكنائس الموجودة بفلسطين فما نتحدث عن قضية مرأة مرور الكرام أو أخبارها عابرة نتحدث عن قضية هي أساس وكمام نذكر أنه محمد أنني برضو أغير البروفيل بكتشر على التطبيق اكس أو موقع تويتر سابقا وهذه حركة بجوز شفناها من عدد من النجوم حتى عمر دياب وغيرهم الفنانين اللي عم بيعبروا عن تضامنهم بهذه الطريقة ولكن أعتقد أنه نحن شوي محتاجين كلمة أكثر من مجرد تغيير صورة هي حركة يعني بالآخر الناس هي حركة تضامنية ولكن الحديث عنها أكثر بيخلي رسالة توصل داخل الصورة بدي أشوف في تضامن مع أهلنا بفلسطين ضل لنا كمان في عنا هيك شوي خبر سريع عن أبو تريكا برضو اللي كنت عبر تحكي عنه شوي برضو عبر منصة اكس أو تويتر سابقا غردوا عم بيحكي عن شجاعة في عصر كثرة فيه التخاذل والانبطاح للصهاية وللأسف عم نشوف أنه هذا التعبير صريح ولكن في بعض التعبير بتكون مقتضبة وخجولة أبو تريكا معروف دائما بمواقفه الشريفة ومواقفه المشرفة العربية والبطولية وبالتحديد للقضية الفلسطينية بصراحة ما في مكان بيتركه إلا ما بيتحدث عن القضية الفلسطينية نعم رح نمر سريع على بعض الأخبار سريع عليه طبعا كما تفضلنا مع أستاذ أحمد كان عم بيحكي على موسى التعملي ولاعبنا اللي بنفتخر فيه جدا وطبعا نزل تغريتين وكان عم بيحكي الأولى أوقفوا الحرب على غزة وثانية ومع هيك إحنا مع غزة وتحديدا مع قرار الفرنسي بمنع التضامن مع حماس على وجه الخصوص ولكن أي حديث حول القضية الفلسطينية عم بيكون تحت مجهر الفرنسيين قبل جيته هون موسى التعمري رفع البلوس نادي مون بيلي وكان كاتب غزة ستانوذ غزة فيعني مواقفه دائما معروفة وواضحة هكينا عنها ونحكي عنها لسا اليوم الصبح منزل الستوري موسى التعمري عن فلسطين كمان الله يحمي يا ربي لاعبنا وابننا ابن الأردن الوفي اللي ما بيخلي مكان اللي ما بيتحدث فيه عن الأردن أو عن القضايا الخاصة بالأردن فالله يحميك يا موسى أنا أبدأ أقول لك أعطيك ألف عافي على هاي الفيديوهات اللي حبيتي أنه نعرضهم بهاي الفقرة ورح نشوفهم مع بعض ورح نبلش مع السباح المصري اللي حاصر على الجنسية الأمريكية اللي كان عم بيحكي أنه هو حزين مش قادر يفرح بهذا الإنجاز ولا يحزن عم بصير مع أشقاءنا في غزة نشوف هذا الفيديو راجعين نعم لا أعلم I don't know if I could celebrate this honestly there's been a really mentally tough week for me I've been getting death threats people have been attacking me all week for supporting Palestine my family goes to sleep not knowing if I'm going to wake up tomorrow somebody's going to break in my room somebody's going to break in my apartment and they have to wonder every time I don't pick up a call if he's just busy or somebody's trying to kill him and حقاً لا أعلم لا أعلم إذا أجب أن أعجب هذا أو لا أخي والأخي هم يقتلون في فلسطين الآن سباح أمريكي من أصول مصرية خايف على أهله في البيت أنه يهجموا عليهم خايف على أهله في البيت أنه يتركهم من غير ما يكون في عندهم شخص يحميهم هو حاز على الميدالية الذهبية ولكن بسبب تصريحاته القضية الفلسطينية وإستاندود غزة هذه الكلمة بجزء المشهورة صارت عالمياً يسحبوا منه شارات الشرف التي استلمها وميداليات وصور وحتى جوى اتحاد الصباحة فقط لأراءه السياسية حول القضية الفلسطينية فهذا الذي نرى تحياتنا لموقفه المشرق وبدأ أحكي شغل بما أنك فضلت بحديث عن الهاشتاج أو الوسم في واحدة من الطرق التي نستطيع أن نخفي فيها هذا الموضوع أن نستخدم الهاشتاج الذي يستخدمه العدو حتى يظهر أكثر ولكن لا نكتب كلمات فيه فنكتب هذا الهاشتاج ونضغر حجمه قليلاً فهو بظل موجود نخفيه وراء الصورة ولكن بيوصل للسورة أنه الألغوريثم مش هتقدر تفهم أنه أنت عارمي هذا المحتوى وهذا المحتوى إلا أن تم الإبلاغ عنه يجب أن تكتبوا الصورة وين لكي لا يفكروا أنها بمكان آخر تكتبوا وشارح عن الصور التي تنزلوها أو الفيديوهات نرى صدامون أيضاً كما كنا نتحدث في البداية عالمي وليس عربي وكان هناك مواجهة بين ماليزيا والهند وجمهور ماليزيا قدم تحية دعم للأهل بفلسطين نرى هذا الفيديو لنرجع جمهور الماليزي بترفم بجوز يزن العرب هو كان لاعب بالدوري الماليزي وعدد من اللاعبين اللي كانوا موجودين بالدوري الماليزي حكولنا قديش التضامن للقضية الفلسطينية كتير كبيرة وهو كان منزل الفيديو فخلينا نشوفه سواه يعني نشوف الناس بهاي المشاهد متشجعين أكثر وهذا الشيء خلينا نقول معنويا بيعطي هذا الدعم المعنوي أكثر لأهلنا بفلسطين وغزة ونتمنى أنه عم بيوصلهم هذا الشعور زي ما قلت الحب الصادق والدعوة الصادقة بتوصل دائما إلى القلب أيضا طبعا شوفنا مشجع اقتحم ملعب مباراة العربي مبارح وكان عم بيحمل عالم فلسطين دور الكويتي خلينا نشوف هذا الفيديو القصير برضو نرجع كمان كل القلوب تنتفذ من أجل غزة الكويت صوت في كل مكان صوت العرب يعني الكويت ومواقفها الجميلة وشعبها الرائع ألف تحية لرياضية الكويت احنا ما بنحكي عن رياضية الأردن ها احنا رياضيين الأردن هاي قضيتهم بعيدا عن رياضية الأردن اللي ما أثروا عيد تماما ما أثروا بأي كلمة بأي فيديو ممكن أنه يوصل لزملائهم المحترفين لللاعبين إلا ما عم بنزلوها أنا يومي عم بتاعب بتابع كل اللعيب اللي عندي يومي عم بنزلوا بدل ستوري عشرة وعشرين فقط لإيصال المعلومة يا شيخ عم بيكون في عندهم مباريات قبل المباراة بيكونوا منزلين شو الأخبار الأخيرة وفيديوهات طبعا من نواجه تحياتنا للنادي الفيصل اللي هلأ موجود بقطر بيأدوه حالة مواجهة السد القطري ضمن الأسيوية فألف يا ربي الحمد لله على السلام وبالتوفيق يا رب لألكم مع المشجع الفيصلوي موجودة هناك ونشر صورة لفحة متاعته اللي هي كفية مع شماغنا الأردني كمان فأكيد تحياتنا الكتير كبيرة لأله اسمحي لي شوي أحكي بهذه اللحظة عن موقفنا الأردني المشرف دائما وإحنا شهادتنا مجروحة بكل الأردنيين وأبناء هذا الوطن بدعمهم للعرب بكل المواقف وتحديدا للقضية الفلسطينية هي قضيتنا كلنا وإزاي ما كنا عم نحكي إحنا سياسيا دبلوماسيا رياضيا فنيا كل الأدوار الرياضية والإنسانية عم تكون متكاثفة ومتكاتفة لإيصال هذه الرسالة لكل العالم رح نروح لهذا الفيديو القصير أيضا لمنتخب السيدات نرجعهم تحية كثير كبيرة ومنرجع بعدها إذن نشمياتنا كالعادة الأسبوع الماضي شفنا النشامة منتخبنا الوطني للكرة القدم اليوم عم نشوف نشمياتنا وهنا يتوشحنا بأكيد هذه الشعارات الخاصة بالوقوف مع قضيتنا الأم وبوصلة هاشم القضية الفلسطينية الوطنيينة